كيف يمكن لمعلم اللغة العربية تنمية مهارات الاستماع لدى الطلاب؟ بمعنى آخر، ما أهم الطرق والوسائل والاستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها معلم اللغة العربية في تنمية مهارات الاستماع؟ يمكن للمعلم أن يستخدم طرقاً واستراتيجيات تشمل إجراء المحادثات القصيرة بين الطلاب أو إجراء المناقشات الجماعية على مستوى الفصل أو تدريب الطلاب على سرد القصص وعلى الاستماع إلى الأغاني والاستماع إلى بعض برامج الإذاعة والتلفاز مثل الاستماع إلى نشرات الأخبار والتقارير العلمية المختلفة مع تقديم أنشطة وتدريبات سمعية والاستعانة بالوسائل التعليمية مع ضرورة بل وأهمية مشاركة الوالدين لتنمية مهارات الاستماع عند الطلاب وبخاصة التلاميذ في المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى هذه الطرق والاستراتيجيات فإن هناك طرق أخرى يمكن لمعلم اللغة العربية أن يستخدمها مثل الاستعانة باستراتيجية التدريس المباشر وغير المباشر استراتيجية التدريس المباشر وغير المباشر هي استراتيجية تدريسية يقوم فيها المعلم بتدريب الطلاب على مهارات الاستماع هذا التدريب إما أن يتم بشكل مباشر لكل مهارة على حدة وإما أن يقوم المعلم بتصميم مواقف تدريبية يتلقى فيها المتعلمون تدريبات على مهارات الاستماع بشكل عام ولكن بطريقة غير مباشر لا شك أن استخدام استراتيجية التدريس المباشر وغير المباشر تسمح للمتعلم أن يدرب طلابه على كل مستويات ومهارات عملية الاستماع مثل مهارات التمييز السمعي ومهارات التذكر السمعي ومهارات استنتاج الفكرة الرئيسي إذن الاستراتيجية الأولى ترتكز إما على تقديم تدريبات مباشرة على كل مهارة أو تقديم تدريبات على مهارات الاستماع بشكل غير مباشر تتاح فيها الفرصة للمتعلم على اكتشاف خصائص المادة المسموعة بنفسه وباكتهاده هو هناك كذلك استراتيجية حل المشكلة وهذه الاستراتيجية تبنى على أساس تصميم مواقف تعليمية كل موقف يمثل مشكلة حقيقية واجه المتعلم ويجب عليه أن يتحرك ويقوم ببعض الإجراءات حتى يصل إلى الحل الممكن للمشكلة وعلى المعلم أن يدرب طلابه على رؤية المشكلة وتوقع المشكلة قبل وقوعها ثم تعرف حقيقة المشكلة ووضع البدائل المختلفة لحلها مع تخير أحد البدائل ومواجهة النتائج وتعرف جوانب القصور والنجاح هذه الاستراتيجية يمكن أن تستخدم في تدريس بعض أنواع الاستماع مثل الاستماع الناقد كالتمييز بين الحقيقة والخيال في النص المسموع وتقويم قوة الأفكار الرئيسية للمتحدث كذلك يمكن استخدام استراتيجية حل المشكلات في تنمية مهارات الاستماع الناقد العليا هذه المهارات التي تشمل تدريب الطلاب على الاستماع إلى قضايا جدلية ثم الوصول إلى حل محدد بين وجهات النظر المختلف أيضا استراتيجية حل المشكلات يمكن أن تستخدم لتنمية الاستماع الإبداعي الاستماع الذي يصل من خلاله المتعلمون إلى حلول إبداعية لمشكلات مطروحة عليهم الاستماع الذي يؤدي بالمتعلمين إلى بناء صور بصرية تخيلية في ضوء المادة المسموح هناك أيضا استراتيجية الألعاب استراتيجية الألعاب تعتمد على توظيف فكرة اللعب وهي من الأفكار المحببة للمتعلمين في كل مراحل التعليم وبخاصة في المرحلة الابتدائية تعتمد هذه الاستراتيجية على إثارة دافعية المتعلمين وزيادة حبهم لمواقف التعلم وتسمح لهم بالاستمتاع في أثناء خبرات التعليم المختلف وتعمل على تنمية مهارات الاستماع وتحقق مزيدا من القابلية والمرغوبية الاجتماعية لدى الطلاب هذه الألعاب تشمل مجموعة متنوعة من المواقف التعليمية المصممة على شكل ألعاب فيها جو تنافسي الهدف منها أن ينخرط طالبان أو أكثر في سباق لتحديد أكثر كلمة كررت أو أكثر حرف تم الاستماع إليه أو أكثر جملة تكررت أو أكثر اسم من أسماء أبطال القصة تم تكراره وهكذا هناك ألعاب متعددة يمكن لمعلم اللغة العربية أن يستخدمها ويمكنه كذلك أن يقوم بتصميمها لتنمية مهارات الاستماع وخصوصا عند التلاميذ الصغار هناك أخيرا استراتيجية التعلم التعاوني واستراتيجية التعلم التعاوني تقوم على مبدأ تقسيم التلاميذ إلى مجموعات تكلف كل مجموعة بالاستماع إلى نص أو جزء من النص على أن تكون هذه المجموعة مسؤولة عن تقديم الإجابات المتعلقة بهذا النص أو بهذا الجزء من النص استراتيجية التعلم التعاوني تقوم على مبدأ التعاون وهي بذلك تختلف عن استراتيجية اللعب التي تقوم على مبدأ التنافس كثير من الباحثين أشار إلى أن استراتيجية التعلم التعاوني يمكن أن تفيد في تنمية أنواع محددة من الاستماع مثل الاستماع التفاعلي الذي من خلاله يتفاعل المستمع مع المتحدث الاستماع التعاطفي الذي يتم التركيز فيه على تنمية القدرة على الإحساس بمشاعر المتكلم وفهم وإدراك ما يتحدث عنه وإظهار التعاطف لحالته النفسية الاستماع التعاطفي يقوم بتوظيف ما نسمي الذكاء الوجداني ولا شك أن قدرة المستمع على تقييم مشاعر المتحدث وعلى التعرف إلى هذه المشاعر وعلى احترامها وعلى إظهار التقدير لها هي من المهارات المهمة التي يجب أن يحرص عليها معلم اللغة العربية حتى نتعاطف في مواقف الاستماع المختلفة مع ما نستمع إليه موسيقى موسيقى موسيقى